أتكلم عن قضية من القضايا يعني على المستوى الشخصي أخذت سنين من عمري وعلى المستوى العام هي قضية مهمة وعلى المستوى العالمي هي قضية بتعاني من مشاكل كتيرة وهي المسرح الشعري صحيح المسرح الشعري فن من الفنون العريقة جدا يعني التي تسمى الفنون الرفيعة وكان البداية المسرح هو شعري بالأساس طبعا وبعدين عندنا النماذج الكبيرة العالمية شكسبير وغيره اللي كتبوا المسرح الشعري لكن هو حاليا بيعاني شوية بعض الظروف أولا أنا تجربتي في المسرح أنا قدمت أربع مسرحيات كان من حسن حظي أن طلع ثلاثة منهم على المسرح وكان حظي الأجمل أن نجوم المسرح الكبار قدموا هذه المسرحيات يعني سميحة أيوب فننتنا كانت المشترك في الثلاثة المسرحية اه اشتركت في الثلاثة المسرحيات لدرجة أننا أحيانا كنت أتصور وأنا بكتب المسرحية أننا شايف سميحة أيوب طبعا لأن سميحة الحية أجمل من ألقت الشعر يعني إلقاها في الشعر شيء يعني مؤثر وحساس وفي رصانة وطبعا عبدالله غيس وبعدين محمود ياسين ويوسف شعبان كبار كل الكبار دولا عبروا من خلال مسرحيات شايف أن احنا عندنا أزمة في الممثلي المسرح الآن خصوصا المسرح الفصحة طبعا طبعا ودي مشكلة في الغناء أن كلهم بيخافوا يغنوا الشعر يغنوا الشعر لأن اللغة العربية مشكلة وفي نفس الوقت بيعتقدوا أن جمهور المسرح الشعري مع أن مسرحياتي اللي بدأت من أوائل التمنينات كانت يعني فيها زخم كبير جدا من الجماهير يا نعم يا نعم